اشتركوا في القناة واطلق مغاربة اوكرانيا واسما بعنوان انقذ مغاربة اوكرانيا على منصات التواصل الاجتماعي يطالبون من خلاله في مساعدتهم على مغادرة البلاد في هذا الشأن علق الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس على هذا النزاع القائم بين اوكرانيا وروسيا وذكر بيتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي اعقبت اشغال المجلس الحكومي اليوم بالرباط ان الصفار المغربية نشرت توصية لجميع الطلبة والمغاربة المتواجدين باوكرانيا للمغادرة ووضعت ارقام هواتف رهن اشارتهم واضاف بيتاس ان يوم 13 فبراير تم احداث خلية يقضى لتتبع الموضوع ويوم الرابع عشر فبراير انطلق عمل مركز النداء مشيرا الى انه حتى غاية صباح اليوم تلقى المركز 795 مكالمة وتجاوب معها وقدم كل المعطيات بخصوصها كما اشار بيتاس الى ان مجموعة من الطلبة غادروا اوكرانيا مضيفا ان الدبلوماسيين المغاربة يمارسون عملهم وعددهم تقريبا 28 دبلوماسي مشددا على انهم يواصلون استقبال المكالمات وتوجيه المغاربة هناك وتعمل خلية التتبع المختصة في المغرب على دراسة الوضع وكذا جمع طلبات المغاربة المتواجدين باوكرانيا كما تتواصل الخلية المذكورة مع الراغبين في الاستفسار عبر حزبة من الارقام سبق الاستفارة المغربية بكيف الاوكرانية ان اعلنت عن وضعها هنا اشارة المغاربة